بسم الله والسلام والرسول لله. اهلا ومرحبا بكم طلبة صف الاول الاعدادي. ومع درس جديد من دروس شرح منهج الحاسب الالي الترمي الاول. اه قبل ما نبدأ بذكرك اذا قلت اول مرة تشد القناة بالاشتراك بالضغط على الاشتراك او وتفعيل زر الجرس يعني الضغط على زر الجرس حتى يصلك كل ما نقدمه على هذه القناة. اه اذا دخلت على القناة اه بتدخل على قوائم التشغيل ومن قوائم التشغيل اه بتصل او اه الى كلمة حاسب الى. لو عندك قوائم التشغيل باللغة العربية بتبقى موجودة عندك بالشكل ده. ولو عندك باللغة الانجليزية هتبقى آآ وبعدين بتخش على حاسب الى. بتضغط عليه بيجي لك كل آآ دروس الحاسب الى. سواء كنت في الصف الاول او في الثاني الاعدادي. النهاردة آآ بنكمل مع بعض البرمجيات. وزي ما قسمنا البرمجيات آآ على حسب الوظيفة بتاعتها. وازاي? وعرفنا ان البرمجيات دي المجموعة البرامج اللي بتقوم عليها او بتتم آآ بالتشغيل الكمبيوتر عن طريقها. وقلنا منها انظمة التشغيل زي ويندوز ولينيكس وغيرها من انظمة التشغيل. وقلنا منها برامج مضادة للفيروسات. وقلنا منها لغة البرمجة اللي بنكتب بها آآ آآ المواقع او آآ كل ما يتم عرضه على الكمبيوتر او شاشة الكمبيوتر يتم كتابته بلغة بتسمى لغات البرمجة. ومن لغات البرمجة آآ اتشي تي ام ايل خمسة واتشي تي ام ايل واسي بلاس واسي وغيرها من لغات البرمجة. ووصلنا الى التطبيقات او الابليكيشن. ودي احدث الاشياء اللي ظهرت على نظام الكمبيوتر. وآآ خاصة بتستخدم في المحمول او التليفونات الزكية اللي بيسموها سمارت تليفون. النهاردة معنا آآ بنكمل في البرمجيات ولكن البرمجيات النهاردة هننظر لها او هنتكلم عنها آآ من حيث المصدر. بمعنى هل البرمجيات ديت مصدرها او الشركة التي تقدم هذه البرمجيات. في شركات بتقدم برمجيات مجانية برامج مجانية يعني. وفي شركات لا تقدم برامج مجانية ولكن البرامج لابد انك تشتريها بفلوس. فمن هنا كانت البرمجيات من حيث المصدر مقسمة الى الى برامج مغلقة المصدر. يعني البرامج ديت لابد انك تشتريها. دي اسمها برامج مغلقة المصدر. يبقى البرنامج البرنامج مغلق المصدر هي البرمجيات التي اه لابد انك اه تشتريها آآ بفلوس. البرمجيات عادة دي بتبقى زي مسلا الفوتو شوب برامج الفوتو شوب وبرامج الادوب. لان شركة ادوب لا تقدم برامج آآ مجانية الا القليل. فتبقى دي اسمها البرمجيات مغلقة آآ المصدر. وهي البرمجيات التي لا يمكن مشاهدة كود المصدر الذي كتبت به. فهي متاحة فقط للمبرمجي ومصممي الجهة او الشركة المصنعة. وكود المصدر دي عبارة عن الكود البرمجي الخاص بالبرامج. يعني البرنامج انت بتاخده ولكن آآ لا تستطيع كفرض عادي انك آآ تصل الى كيفية كتابة هذا آآ البرنامج او ما هو الكود البرمجي او اللغة المكتوب بها البرنامج. فده اسمه آآ برامج مغلقة آآ المصدر. بعد كده آآ بنيجي. لبرامج البرامج المغلقة المصدر. وبنتكلم عنها آآ شوية. بمعنى هنشوف البرامج ديت آآ كيفية الحصول عليها مسلا. وآآ ايه هو الكود البرمجي وايه نوعيات البرامج دي. البرمجي البرامج اللي هي آآ مفتوحة المصدر دي برامج بتبقى برامج مجانية. بمعنى انك بتقدر او آآ انك تستخدمها مجانية بتحملها من موقع الشركة مجاني. بتقدر تعدل وتطور في هذا البرنامج. آآ زي برنامجات او مجموعة برامج كلها. ومجموعة برامج فيها برامج آآ الاوفيس وآآ برنامج اللي هو آآ برنامج الاكسل. وايضا برنامج الباور آآ بوينت. وغيرها من البرامج دي اسمها مجموعة برامج الاوفيس او بالبرامج المكتبية. في عندنا برنامج اسمه جيمب. هذا البرنامج للتعديل على الصور وآآ رسم آيكونات وتصميم آآ لوجوهات اي آآ تصميم آآ لوجو يعني آيكونات وغيرها. وده برضو من البرامج مفتوحة آآ المصدر. لو قدرنا نعمل مقارنة ما بين البرامج المفتوحة المصدر والبرامج مغلقة المصدر. فالبرامج مفتوحة المصدر آآ ديت آآ آآ عادة بتكون آآ غالبا يعني متاحة بصورة مجانية. واو نصف مجانية. يعني بيديك البرنامج اللي مدة تلاتين يوم مسلا او خمساشر يوم وبعد كده لابد انك تشتري البرنامج. يبقى هو اما البرامج دي بتكون مجانية بصورة آآ مية في المية او بصورة جزئية. آآ البرامج مفتوحة المصدر ايضا آآ كود المصدر متاح للجميع. بمعنى انك ممكن لو انت عندك فكرة عن البرمجة او اي واحد عند فكرة عن البرمجة انه يطور في هذا البرنامج ويعدل عليه. آآ ايضا آآ ليك حرية التوزيع. يعني حرية توزيع البرنامج ده على الاخرين. آآ ما بجيش الشركة بتقولك انت بتوزع البرنامج بتاعي ليه? ولكن ليك حرية التوزيع هذا البرنامج. البرامج مغلقة المصدر دي آآ بتحدد تكلفها تبعا لرخصة الاستخدام. بمعنى ان بتحدد تكلفة او سعر هذا البرامج عن طريق الشركة. والشركة طبعا بتقدمه للافراد بسعر وبتقدمه للشركات او آآ المواقع بسعر اخر. ايضا آآ من البرامج مغلقة المصدر من مميزاتها ان آآ كود المصدر آآ لا يتم تطويره الا بمصنعي هذه البرامج او او مطورين لهذه البرامج. آآ فقط. يعني لا يحق لأي انسان اذا وصل حتى لكود المصدر لا يحق له التعديل عليه. آآ تالت حاجة انه غير مصرح باستخدام هذه البرامج الا بعد الحصول على رخصة الاستخدام. يعني غير مصرح باستخدام اي آآ من هذه البرامج مغلقة المصدر الا بالحصول على رخصة من آآ الشركة. في عبارة موجودة عندك في كتاب عبارة جميلة جدا بيقول لك ما مدى صحة او خطأ العبارة التالية. ولماذا? يعني ما مدى خطأ او صحة العبارة التالية ولماذا? العبارة بتقول ايه? جميع البرامج مفتوحة المصدر غالبا مجانية. هنا الجزئة دي لحد هنا كده الجزئة دي صح. يعني جميع برامج مفتوحة المصدر بتبقى مجانية. ولكن هو بيكمل بقول لك ايه? ولكن ليس كل البرامج المجانية مفتوحة المصدر. ليس كل البرامج المجانية مفتوحة المصدر. يعني انك تستطيع انك تعدل عليه. ودي عبارة صحيحة. يعني كل برامج المجانية في برامج مجانية ولكن لا تستطيع انك تعدل على المصدر اه بتاع. اخر تقسيم من تقسيم البرمجيات بتتقسم او بتقسم على حسب اه حقوق ملكية. ففي من حيث حقوق الملكية البرامج بتقسم الى برامج مجانية. الجميع يمكن استخدامها ويمكن تداولها بدون مقابل ما. دي اسمها or البرامجيات المجانية. ان البرمجيات الاخر اللي هي البرمجيات التجربية زي ما قلتلك نو بيدي لك مدة بيدي كي البرنامج المجاني المدة وبعد كده لابد انك تشتري البرنامج عشان تكمل اسمه دي نسخة تجربية للبرمجية للبرنامج الاصلي. محدودة الامكانيات ومحدودة المدة يعني بيديك مدة معانا اه تلاتين يوم خمسشر يوم حسب ما بيحددها. وبعد كده بتنتهي المدة لابد انك تشتري البرنامج ده علشان تقدر تستخدم. يبقى دي اسمها البرامج التجربية او تالت برامج وهي برامجيات غير مصرح باستخدامها الا عن طريق النسخة الاصلية. انك تشتري النسخة الاصلية. ودي البرامج بتبقى محمية برقم منتج وتستخدم عبارة في دايرة كده ليعني جميع حقوق النشر محفوظة للشركة. يعني ما تشوف حاجة مكتوب على سي جوا دايرة دي. دي معناها ان جميع حقوق النشر محفوظة للشركة. ولا يمكن انك تاخدها حتى لا تقع تحت تائلة القانون. يبقى دي بتدل العلامة دي بتدل على حقوق ملكية البرمجية او البرنامج. او البرمجيات. يبقى اه هنا البرمجيات اخر تقسيم لها اه بناء على ملكيتها. فهي برمجيات مجانية تماما. برمجيات اه تجريبية. يعني بتديلك نسخة اه محدودة اه الامكانيات. اه وبعد كده لمدة معينة. وبعد كده لا بد اتشتريها. وبعدين برنامج غير مصرح باستخدام ها الا عن طريق شراء النسخة اه الاصلي. بكده اه يبقى احنا خلصنا البرمجيات وتقسيم اه البرمجيات. وبندخل على العنصر اه الرابع اللي هو العنصر اه البشري. والعنصر البشري في منظومة استخدام اه اه نظام الكمبيوتر. بيتقسم اه لعدة اه اشياء او لعدة حاجات. منها اه فيه اه واحد بمحلل نظم بيحلل وفيه مصمم وفيه مبرمج اللي هو بيصنع البرمجيات اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. وفيه اخر واحد اللي هو المستخدم اللي هو زي انا وانت كده. ده ان شاء الله هيكون اه الدرس الجاي او في الحصة الجاي ان شاء الله. اه اتمنى ان اكون وصلت لك معلومة. لا تبخل علينا بلايك. وعمل شير حتى تعوم الفائدة. والى انا نلقاكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.